بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل إذن شرح مقرر كيميا عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء السادس من المحور الرابع حيث سنقوم بشرح التكوين الهندسي زاد وي للمركب العضوي نظرا لأن دوران أضرات حول الرابطة المزدوجة غير ممكن مثل ما هو الحال بالنسبة للألتينات فإن المركب يعطينا شكلين هندسيين مختلفين وذلك حين تكون الضرات أو مجموعة الضرات أي واحد مختلفة على بواحد وكذلك أي تختلف على ب كما هو الأمر في المركب التالي حيث نلاحظ هنا يجب أن تكون أي واحد إذن different على بواحد وكذلك الأمر بالنسبة لأي يجب أن تكون مختلفة كذلك على ب كما نلاحظ هنا فبالنسبة للسيغة التالية إذا قمنا برسم هذا المركب سنلاحظ إذن هناك شكلين مختلفين ففي الشكل الأول كما نلاحظ بالنسبة لمجموعة الضرات أو الضرات هنا أي وآي واحد توجد في نفس المستوى العلوي بالنسبة لهذا الشكل كذلك الأمر بالنسبة للشكل الثاني المختلف هنا فبالنسبة للذرات أو مجموعة الضرات أي واحد وآي سنلاحظ هنا لا يوجدان يعني في نفس المستوى وإنما إحداهما يوجد مثلا في المستوى العلوي وبالنسبة للمجموعة الثانية توجد في المستوى إذن السفلي بالنسبة للشكل إذن كما نلاحظ فنتيجة إذن لعدم إمكانية الدوران حول الرابطة الثنائية فبالتالي إذن هنا شكلين مختلفين إذن كيف سنقوم بالتمييز بين هذين الشكلين نأخذ مثال هنا هذا المركب مثال هنا الظرة H ومجموعة الظرات CH3 وبالنسبة للكاربون الثاني هنا يحمل مجموعة CH3 وهنا H فبالتالي إذن كما تلاحظون هناك شكلين مختلفين في الشكل الأول كما تلاحظ في عناصر الهيدروجين مثلا توجد في مستويات مختلفة بالنسبة لهذا الشكل يعني إحداها موجود في المستوى العلوي والثاني موجود في المستوى السفلي بالنسبة للمركب أما بالنسبة للشكل الثاني كما نلاحظ في عنصري الهيدروجين إذن تتواجد في نفس المستوى العلوي للشكل إذن نتيجة لوجود هذه الأشكال المختلفة سنقوم إذن بتصنيفها وعملية تصنيف هذه الأشكال يتمه كذلك من خلال قاعدة كان وإنجلود وبريلوك وذلك من خلال مقارنة العدد الضري للضرات المتصلة بضرة الكاربون التي تحمل الرابطة الثنائية فإذن كما نلاحظ هنا يعني لدينا هنا الرابطة الثنائية نتكلم إذن على هذه العناصر أو هذه المجموعة العناصر المرتبطة بهذا الكاربون الذي يحمل الرابطة الثنائية إذن سنقوم خلال هذه العملية أو من خلال هذه القاعدة أو هذا الاقتراح لكان وإنجلود وبريلوك سنقوم إذن بترقيم هذه الرابطة ثم وهذه الرابطة إذن هناك رابطتين إحداهما ستأخذ رقم واحد والثانية ستأخذ رقم اثنين ثم كذلك نكرر نفس العملية على هذا الكاربون كذلك يعني سنقوم بترقيم هذه الرابطة وكذلك هذه الرابطة أيهما ستأخذ رقم واحد وإيهما ستأخذ رقم اثنين وسنستعمل في هذا الأمر كذلك نفس العملية كما سبق وشرحنا بالنسبة للتكوين المطلق سنقوم هنا بمقارنة العدد الضري بالنسبة للعناصر المرتصلة مباشرة بالكاربون الذي يحمل الرابطة الثنائية يعني هنا سنقوم بمقارنة العدد الضري للهيدروجين مع العدد الضري هنا لعنصر الكاربون كما نعلم فإن العدد الضري للهيدروجين هو واحد والعدد الضري للكاربون هو ستة إذن من خلال المقارنة هنا نلاحظ أن الكاربون هو العدد الضري أكبر من الهيدروجين في تلك الحال فبالتالي إذن هذه الرابطة ستكون لديها أولوي الترتيب هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين نقوم بنفس الشيء كذلك هنا سنقارن إذن في العدد الضري لهذا الكاربون المتصل كما قلنا بالكاربون الذي يحمل الرابط هنا وكذلك مقارنته بالعدد الضري للهيدروجين إذن هنا سيأخو رقم واحد هذه الرابط وهذه الرابط ستكون رقم اثنين ثم نذهب إلى المرحلة الثانية إذن بعد عملية ترقيم الروابط سنقوم هنا بملاحظة هذه الأرقام يعني اثنين اثنين واحد واحد إذن إذا تحصلنا على نفس العدد في نصف المستوى إذن كما تلاحظون يعني هنا أن المركب لديه مستوى علوي أو نصف مستوى علوي ونصف مستوى سفلي إذن إذا تحصلنا على نفس العدد في نصف المستوى فيصلف ذلك الشكل الهندسي على كونه زت يعني هنا إذا لاحظنا ونظرنا إلى المستوى العلوي أو المستوى السفلي إذا وجدنا أنه نفس الأرقام مثلا هنا اثنين اثنين وهنا بطبع الحال في المستوى السفلي سيكون إذن واحد واحد إذا كانت لديه نفس الأرقام فيسمى الشكل الهندسي بزت أما إذا كانت الأرقام مختلفة فيسمى الشكل الهندسي بي وسنلاحظ ذلك في الشكل الثاني هنا فالرقم هذا الرابط يعني تأخذ رقم واحد وبالنسبة لهذه الرابط رقم اثنين هذه الرابط كذلك رقم واحد وهذه الرابط رقم اثنين إذن لو نظرنا إلى الأرقام سنلاحظ أنه هذه الأرقام مختلفة في نصف المستوى العلوي ونصف المستوى الصفلي فبالتالي إذن يسمى الشكل الهندسي بE سنقوم هنا بشرح هذا التمرين لتوضيح أكثر وفهم أكثر لكيفية تحديد التكوين الهندسي Z و E لهذه المركبات نبدأ بهذا المركب الأول هنا إذن سنقوم بترقيم هذه الرابطة وهذه الرابطة إذن كما نلاحظ فالعدد الضري للكلور أكبر من عدد الضري للكاربون حيث أن الكلور له عدد الضري 17 والعدد الضري للكاربون هو 6 إذن هنا سيأخذ هذه الرابطة رقم واحد إذن أولوي الترتيب وهذه الرابطة رقم اثنين أما بالنسبة لهذه الرابط إذن رقم واحد لأن الكاربون لديه عدد الضري أكبر من الهيدروجين إذن هذه الرابطة رقم واحد وهذه الرابطة رقم اثنين إذن فسيكون التكوين الهندسي لهذا المركب هو Z نذهب إذن إلى المركب الثاني كما نلاحظ هنا فيوجد لدينا نفس العنصر هنا كاربون وهنا كاربون إذن سنقوم بتشخيص هذه الكربونات يعني البحث على الروابط التي توجد على كل كاربون هذا الكاربون إذن يحمل ثلاثة هيدروجين هنا كما تلاحظون أما بالنسبة لهذا الكاربون فيحمل إذن عنصر كلور ويحمل اثنين هيدروجين إذن نفتح القوسين ونضع العنصر الأكبر عدد ذري كلور ثم H ثم نجي هنا ونقارن بين العنصر الأول مع العنصر الأول إذن كلور وهنا هيدروجين فبتبت الحال إذن هذه الرابط ستأخه رقم واحد إذا ده أولوي الترتيب وهذه رقم اثنين لو ذهبنا إلى الكاربون الثانية هنا هذا الكاربون كما تلاحظون إذن يحمل هذا الكاربون وهنا هيدروجين بتبت الحال إذن الكاربون هنا هذه الرابط ستأخه رقم واحد وهذه الرابط ستأخه رقم اثنين إذن هذا الشكل الهندسي كذلك إذن هو Z نذهب إذن إلى المركب الذي يليه هنا إذن هذا الكاربون يحمل ثلاثة هيدروجين وهذا يحمل ثلاثة هيدروجين وأكسيجين فبالتالي هذه الرابطة تأخذ رقم واحد وهذه الرابطة لديها رقم اثنين لو نظرنا هنا نفس الأمر إذن هذا الرابطة ستأخذ رقم واحد وهذه الرابطة رقم اثنين هناك كاربون وهناك هيدروجين إذن الكاربون لديها أولوي الترتيب إذن سنلاحظ نفس الشكل الهندسي إذن زاد كذلك الأمر هنا إذن لو نظرنا هنا جيدا إذن قمنا بهذا الأمر يعني إذن هنا هذا الكاربون كما تلاحظون نفس الشيء هنا سياجدو سيال ثلاثة سياجدو سيال إذن هنا واحد وهنا اثنين إذن لو ذهبنا هنا نفس الشيء إذن هنا ستأخذ هذا كاربون وهنا كاربون هذا يحمل ثلاثة هيدروجين وهذا يحمل إذن كاربون واثنين هيدروجين فبالتالي ذي رقم واحد أولوي الترتيب وهنا يخو رقم اثنين كذلك الأمر هذا الشكل الهندسي هو الشكل زت